عودة مجددا مشاهدين لمتابعة الأمطار في عسير حيث يلتحق بنا من أبهاء مراسلنا عبدالله آلبيد أهلا بك مجددا عبدالله صف لنا الأجواء لديك بشكل عام وعن الحالة المطرية على المنطقة وماذا عن تجمعات المياه في بعض الأحياء أهلا زميلي بدر أهلا بسادة المشاهدين اليوم منذ ساعات الصباح الأولى كانت هناك حالة مطرية على منطقة عسير وذلك في مدينة أبهاء والمراكز التابعة لمنطقة عسير كبل الأحمر والنماص والتنومة شهدت أمطار من متوسطة إلى خفيفة وكذلك بعض المحافظات في محافظة كسرات عبيدة شهدت حالة برادية أيضا ومحافظة الواديين وأحد رفيدة كل هذه المحافظات شهدت هذه الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى وفقا لحيئة الأرصاد وحماية البيئة تستمر حتى يوم غدين بإذن الله الجدير بالذكر أن هناك بعض الأحياء شهدت ارتفاع في منسوب المياه ومازال مستمرا حتى هذه اللحظة وتعمل فرق الإنقاذ وكذلك فرق أمامة المنطقة لإزاحة مثل هذه الارتفاع منسوب المياه في مثل هذه الأحياء نعم إذا كان معنا من أبهاء مراسلنا عبد الله العبيد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر